الحمد لله رب العالمين أحمده جل وعلا على نعمه فتح لنا أبواب الخيرات بأخلاق فاضلة وعقائد صافية بإنزال هذا الكتاب العظيم وبإرسال محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان خير قدوة لنا في الأخلاق الفاضلة أتحدث في هذا اليوم عن سرور المؤمن واستبشاره بالخير والهدى كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ثم قال فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال تعالى مبينا سرور أهل الإيمان يوم القيامة فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وقد جاء في حديث أنسي رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس تغرب فقال يا بلال أنصت لي يا الناس فقام بلال فقال أنصت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصت الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الناس أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام عليكم وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعل الحرام وضمن عليهم التبعات فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة فقال صلى الله عليه وسلم هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر خير الله وطاب اشتركوا في القناة